بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب التوحيد من إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدرس السادس عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد وضيفنا في درس شرح كتاب التوحيد هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبال العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس حياكم الله وبارك فيكم كنا قد قرأنا الباب في كتاب شرح التوحيد باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه قرأنا الآيات المباركات في هذا الدرس وهي قول الله تبارك وتعالى قل أرأيتم ما تدعونا من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون بقي شيء في هذه الآية يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي في قوله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين الذين يدعون غير الله عز وجل من الأصنام والأشجار والأحجار والأولياء والصالحين قل رأيتم أي أخبروني رأيتم أي أخبروني عن ما تعبدون من دون الله أي غير الله من هذه الأشياء إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أي رافعات ضره بعد أن ينزل أو أرادني برحمة منه سبحانه وتعالى هل هن ممسكات رحمته فتبين أنهم لم يجيبوا عن هذا السؤال تحداهم فلم يجيبوا عنه أن هذه الأشياء بجميع أنواعها من المخلوقات وإن كان لها منزل عند الله صلاح ودين أنها لا تقدر على رفع البلاء وكشف الضر إذا نزل بعابدها وأن الله إذا أراد خيرا وأنزل رحمة من عنده هذه الأشياء لا تستطيع منع وصولها إلى من أنزلها الله له إذن فهي عاجزة فكيف يعتقد فيها أنها تنفع وتضر كما عليه هؤلاء المشركون فقوله ما تدعون هذا عام في كل ما يدعى من دون الله عز وجل وهو تعجيز لعابديها ومعتقدين فيها تعجيز لهم فلم يستطيعوا الإجابة لعلمهم أنها لا تقدر على رفع البلاء أو دفعه فهذا وجه مطابقة الآية الكريمة التي ترجمه ثم قال في ختام الآية قل حسبي الله أي الله كافيني لا أعتمد ولا أتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى ولا أتوكل على غيره في ما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى من رفع البلاء أو دفعه هذان لا يقدر عليهما إلا الله سبحانه وتعالى فهو حسبنا قل حسبي الله عليه توكلت أي فوضت أموري عليه لا على غيره والتوكل نوع عظيم من أنواع العبادة وعليه فليتوكل المتوكلون يعني لا يجوز التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله إلا على الله سبحانه وتعالى فالتوكل عبادة في الأمور التي لا يقدر عليها إلاه توكل عليه فيها عبادة له سبحانه وتعالى فتمن توكل على غيره فيها فهو مشرك وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا نعم عمران بن حسين رضي الله عنه صحابي جليل وأبوه أيضا صحابي جليل فهو صحابي وابن صحابي يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة يعني أنه لابس هذه الحلقة من صفر وهو نوع من المعادن فقال ما هذه وليس هذا خاصا بحلقة الصفر بل هو عام لكل حلقة لكن الذي شاهده عمران أنها من صفر والحكم يشمل كل الحلقات من أي معدن كانت قال ما هذه سؤال إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه لا يبادر بإنكار المنكر حتى يستفصل من الفاعل له ما قصده في ذلك قال ما هذه أي حاجة لك لهذه الحلقة لماذا لبستها قال من الواهنة والواهنة وجع في العبد أو عرق في العبد ويلبس هذه الحلقة لتمنع هذا الألم أو هذا الوجع يتقي بها ذلك فهذا اعتماد على غير الله سبحانه وتعالى لأن هذا ليس من الأسباب التي يعالج بها المرض الأسباب التي يعالج بها المرض وهي أسباب مباحة كالأدوية النافعة والرقاء الشرعية هذه لا بأس بها قال صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام قال من الواهنة قال صلى الله عليه وسلم انزعها أي ألقها وبادر بإلقائها والنزع هو الأخذ بشدة انزعها ثم بين صلى الله عليه وسلم السبب في الأمر بنزعها قال فإنها لا تزيدك إلا وهنة لأنك تعتمد عليها وتظن أنها تدفع المرض وهذا اعتقاد فاسد لأنه اعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى أنه يدفع المرض قبل نزوله أو يرفعه إذا نزل فإنها لا تزيدك إلا وهنة لأنك إذا اتخذتها واعتمدت عليها وظننت أنها تنفعك من دون الله فإن هذا يوهن عقيدتك ويوهن عزمك وأيضا يسلط عليك المخاوف والهموم والوساوس لأنك لم تتوكل على الله سبحانه وتعالى وإنما توكلت على غيره فهذا فيه مطابقة الترجمة أنه لا يتخذ شيء لرفع البلاء أو دفعه إلا ما جعله الله سبحانه سببا لذلك مع التوكل عليه سبحانه فلا يعتمد على السبب وإن كان مباحا ومأمورا به فإنه لا يعتمد عليه وإنما يعتمد ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ومن توكل على الله كفاه ومع التوكل على الله لا بأس باتخاذ الأسباب النافعة والتداوي بالأدوية النافعة واتخاذ الأسباب الواقية لا بأس بذلك إذا اجتمع مع التوكل على الله سبحانه وتعالى نعم فإنك لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بإسناد لا بأس به نعم فإنك لو متبين صلى الله عليه وسلم ما يترتب على لبس هذه الحلقة ونحوها مما يتقى به المرض والضرر فقال فإنك لو ميت يعني لو نزل بك الموت وهي عليك لم تنزعها فإنك حينئذ تكون قد ميت على الشرك وهذا وإن كان شركا أصغر وإن كان هذا من الشرك الأصغر فإنه لا يفلح من مات عليه فإن كان شركا أكبر فإنه لا يفلح أبدا وإن كان شركا أصغر فإنه أيضا لا يفلح بقدر ما أشرك بالله عز وجل وفيه دليل على أن الشرك الأصغر أنه لا يغفر ولكنه ليس كالشرك الأكبر لأن صاحبه يخلد في العذاب ويخلد في النار ولكنه يعذب عليه هنا وله عن عقبة بن عامر مرفوعة من تعلق بتميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك نعم وله عن عقبة بن عامر الصحابة الجليل رضي الله عنه مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسم وليس هو من كلام الصحابة الذي هو عقبة بن عامر فالمرفوع منتهى إلى الرسول ما رواه الصحابات عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو المرفوع وأما ما كان من كلام الصحابي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو المرسل هذا الحديث من قسم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له من تعلق ودعة فلا ودع الله له هذا من جنس ما سبق أو لا يجوز التعلق على غير الله في دفع البلاء أو رفعه ومن ذلك التعلق والاعتقاد في التميمة والتميمة يأتي شرحها وأنها ما يعلق على الأولاد واتقى به العين من تعلق تميمة فلا أتم الله له هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يتم له أموره بل يعكس عليه مراده عقوبة له لأنه لا يجوز التعلق في جلب الخير ودفع الشر إلا على الله سبحانه وتعالى ولا بأس باتخاذ الأسباب التي أمر الله بها أسباب المباحة ولكن لا يتعلق عليها وإنما يتعلق على الله فكيف إذا كانت هذه الأسباب ليست أسبابا شرعية ولم يأمر الله بها ولم يشرعها لعباده فالأمر أشد في ذلك لأن الله لا يتم له أموره التي قصدها عقوبة له بنقيض قصده وهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاء الرسول مستجاب ومن تعلق ودعة الودع هو شيء يشبه الصدف استخدرونه من البحر اتقون به العين يعلقونه على أنفسهم أو على أولادهم أو على دوابهم تقون به العين فلا ودع الله له أي لا تركه الله في دعة وسكون بل يعاقبه الله بنقيض قصده ويكون في قلق وهم وغم لأنه اعتمد على أغير الله سبحانه وتعالى ومن تعلق ودعة فلا ودع الله إله فهذا فيه النهي عن تعليق هذه الأشياء والاعتقاد فيها وكثير من الجهلة والذين لم يعرفوا التوحيد أو عرفوه ولكنهم لم يعملوا بما علموا يعلقون على السيارات يعلقون عليها الخيوط ويعلقون عليها أشياء اتقون بها العين فهذا يدخل في هذا الحديث في أن الله يعاقبهم ولا يتم لهم أمورهم وأن هذه الأشياء لا تدفع عنهم شرا ولا تجلب لهم خيرا فالواجب على صاحب السيارة صاحب الدابة صاحب البيت صاحب المتجر أن يتوكل على الله ولا يعلق عليه شيئا من هذه الأمور الشركية فإن الله يعامله بنقيض قصده ويجعله في هم وقلق ووساوس لا تنتهي نعم وله وله عن عقبة ابن عامر مرفوعة من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك وهذه الرواية أشد مما من دعاء الرسول عليه صلى الله عليه وسلم في أن الله لا يتم له أموره ولا يعطيه قصده وإنما يعامله بنقيض قصده ففي هذه الرواية أنه مع هذا أنه قد أشرك أشرك بالله سبحانه وتعالى في أنه اعتقد أن جلب الخير ودفع الشر هو من عند غير الله سبحانه وتعالى وهذا هو الشرك فمع دعاء الرسول عليه صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يجعله في راحة وطمأنينة ولا يدفع عنه الشر الذي يحاذر منه مع ذلك هو قد أشرك بالله عز وجل حيث اعتقد في غيره أنه ينفع ويضر والواجب على المسلم أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله وأن لا يتخذ من الأسباب الواقية إلا ما جعله الله سببا أما ما لم يجعله الله سببا مثل هذه الأشياء مثل الخرز والودع والخيوط وغير ذلك هذه لم يجعلها الله أسبابا فلا يجوز للمسلم أن يتخذها وأن يعتقد فيها لأنها لا تزيده إلا وهنا لأنه لا يتم له أمر لأنه قد أشرك بالله سبحانه وتعالى فهذا الباب باب عظيم وكثير من الناس واقعون فيه اليوم وقبل اليوم لأن شياطين الإنس والجن والتقليد الأعمى يروج هذه الأمور على الناس فالواجب على العلماء وطلبة العلم أن ينشروا هذه العقيدة وأن يحذروا من هذه الأمور لأن الجهال إذا سكت عنهم زاد شرهم وشياطين الإنس والجن إذا سكت عنهم نشروا الشرك بالله عز وجل الأول بالأشياء البسيطة والشرك الأصغر ثم ينتقل هذا إلى الشرك الأكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فالواجب التنبه لهذا وحماية العقيدة عقيدة التوحيد من الشرك والخرافات والخزعبلات والمواريث الجاهلية جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان وقد شرحتم هذه الآيات المباركات والأحاديث في كتاب شرح كتاب التوحيد سجل هذا الدرس زميل مهندس الصوت عثمان ابن عبد الكريم الجويبر بقي بعض الأحاديث في هذا الباب نرجعها إن شاء الله إلى الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله